نحن نشوف أن إراداتنا زادت عن نفس الفترة السنة اللي فاتت من تقريباً 6.5 مليون دينار كويتي ووصلت إلى تقريباً 12.2 مليون دينار كويتي طبعاً زيادة في الإرادات بشكل رئيسي نازالت جاية من الارتفاع أو عفواً من التخارج من بعض الأصول وهذا أيضاً من جزء من خطتنا الاستراتيجية أن نحن التخارج من بعض الأصول اللي نشوفها خارج نطاق الاستراتيجية وبشكل رئيسي هذه كانت تخارجات من شركة بودز بالإضافة إلى شركة ريم اللي هما شكلت الحصة الأكبر من هذه التخارجات في المقابل أيضاً في نمو واضح من أنشطتنا التشغيلية الأخرى اللي هي تخص نتائج شركاتنا التابعة والزميلة بالإضافة إلى الأرباح اللي بدأت تدخل علينا من هذه الشركات واللي ارتفعت من تقريباً 2.3 مليون دينار كويتي إلى تقريباً 4.6 مليون دينار كويتي وهذه أيضاً أضافت إلى بشكل ملحوظ إلى الأداء من ناحية الإرادات حدثنا عن أهم مرتكزات الاستراتيجية التي تطبقها الشركة والتي أدت إلى خروجها من حالة الخسارة إلى خانة الرابح استراتيجية مبنية على محاور معينة المحور الأول هو التركيز على قطاعات معينة اخترناها من ضمن قطاعات عدة اللي احنا شركاتنا قاعدة تعمل فيها حالياً وهي مثل قطاع النفط والغاز، قطاع العقاري، قطاع الصحي والطبي بالإضافة إلى القطاع التعليمي وهذه الآن القطاعات اللي شركاتنا قاعدة تعمل فيها وقاعدة نركز ونسندها بشكل أساسي فأي تخارجات أو أي فوائض في السيولة اللي احنا قاعد نحصلها قاعد نعيد استثمرها في هذه القطاعات في هذه الشركات اللي قاعدة تدعم عداءنا إن شاء الله من ناحية أخرى مثل ما تكلمنا احنا مثل ما قدرنا احنا نخفض تكاليفنا قاعد نطبق نفس الشيء أيضاً في شركاتنا التابعة وعادة هيكلتها وعادة دراسة استراتيجياتها حيث أن أيضاً هذا يرفع من مستوى العداء وإحنا مستمرين في هذا النهج إن شاء الله هل هناك قطاعات أو أسواق معينة تنون التركيز عليها في المرحلة المقبلة؟ في أسواق احنا نرى أنها واعدة وحابنا ندخل فيها وبدأنا أن ندخل فيها طبعاً هذه الأمور تختلف من قطاع إلى آخر على سبيل المثال التركيز مثل ما تفضلت في القطاع النفط والغاز والطاقة وهو تركيز خنقول محلي إقليمي يعني بسبب واقع النشاط نفسه في المقابل احنا الآن في القطاع العقاري قاعد نتوسع بشكل يعني عالمي يعني قاعد ندخل في أسواق عالمية في شمال أمريكا في أوروبا وقاعد نتوسع فيها وقاعد تعطينا العوائد اللي احنا إن شاء الله تتحسن مستقبلاً فلما نحن نتكلم عن الصعوبة أو نتكلم عن الشركات اللي في نفس مجالنا أيضاً نازم نأخذ الاعتبار يعني شنو الأسواق اللي هي قاعد تعمل فيها أنا أرى أن يعني بالعكس يعني فيه أداء جيد في السوق يعني في كثير من الشركات تحسن أداءها بشكل ملحوظ بالنسبة لنا احنا لا ننسى بنسبة حق مجموعة الامتياز الأداء مبين أوضح لأننا احنا طالعين من خسائر كبيرة كان عندنا خسائر متراكمة سنتين وربعض بما يعادل تقريباً 58 مليون دينار هذا رقم يعني ما هو صغير ولا هو مبلغ يعني سهل فأي نمو أنت طالع من هالكم من الخسائر أكيد رح يكون له يعني توجه إيجابي من ناحية الأداء ترجمة نانسي قنقر